ضعف مخزون المبيض من البيضات أو تحدثنا عن مخزون المبيض من البيضات اللفظ المرعب الذي يرعب السيدات الباحثات عن الحمل ولم لا وهو مرض يؤثر على خصوبة السيدات تأثير شديد وبلا أعراض لا تشعر المصابة به بأي عرض يستدعي قلق منها وبلا علاج طبي واضح فلا يستطيع الطب أن يزيد المخزون أو أن يحافظ عليه عكس ما يدعي الكثيرون للأسف الشديد وتناقشنا في أن السيدات تولد بعدد محدد من البويضات وأن هذا العدد ليس سابتا ويقل بمرور الوقت والعمر وأن أعلى فترة للخصوبة هي فترة ما بين 19 إلى 24 سنة بعدها تبدأ الخصوبة تقل نتيجة لقلة وضعف المخزون لكن الضعف في المخزون لا يكون واضحا ولا مؤثرا إلا بعد سن 30 سنة ويكون أكثر وضوحا بعد سن 35 سنة حيث يصبح كل عام محسوبا على السيدة وبعض السيدات قد يتعجل فقدهن لخصوبتهن وضعف مخزون المبيض من البويضات لديهن وليست المشكلة فقط في العدد ولكن أيضا في الجودة فالسيدات عند عمر 40 سنة يظل في مبيضهن تقريبا 30 ألف بويضة في المتوسط للسيدات اللي مخزونهم جيد لكن 90% من هذه البويضات سيئة النوع غير قابلة للتخصيب وإذا خصبت ففرص حدوث الحمل قليلة واكتماله قليلة وإجهاضاته عالية وتشوهاته عالية وتناقشنا في أن السيدات الباحثات عن الحمل يجب أن يكون فحص مخزون المبيض من البويضات من الفحوصات الروتينية بغض النظر عن السن وحتى السيدات التي لا تبحث عن حمل هنقول بعد كده أنه يفضل عند عند سن 25 سنة الآن كل سيدة وصلت لهذا السن ولم تحمل ولم تنجب ولم تتزوج حتى يجب أن تبحث عن فحص لمخزون المبيض من البويضات فما هي الفحوصات التي تجرى لبيان مخزون المبيض من البويضات هذه هي النقطة الحاسمة التي ينتظرها الكثيرون وسنتحدث عنها اليوم وسيكون معنا فيديو ليحاول أن يشرح هذا هنشغل فيديو بعد ثواني بس بعد إذن حضراتكم الكنترول هنبتدي نشغله أول ما أبدأ بس في الحديث في فحوصات عديدة لمخزون المبيض من البويضات الأشهر والأعم هم ثلاث فحوصات كلما كان الطبيب ماهرا وحازقا واخد بالحيطة والحذر حيعمل الفحص للثلاث فحوصات لمحاولة الوصول إلى تقييم جيد لمخزون المبيض من البويضات لأن كل فحص منهم له ميزاته وله عيوبه وله مثالبه وقد يكون مخادعا في بعض الأحيان نشوف كده الفيديو أول فحص يستخدمه الأطباء لبيان مخزون المبيض من البويضات اللي اسموهم أوفيرين ريزيرف تيست هو عد جريبات المبيض ما يعرف الأطباء بأنترال فوليكلر كاونت هذه الجريبات نوقف الصورة بعد إذن حضراتكم هذه الجريبات هي نوقف الصورة نوقف الفيديو نوقف الفيديو هذه الجريبات هي ما نعتقد أنها بويضات وداخلها بويضات تظهر داخل المبيض بالصنار المهبلي في صور هذه النقاط أو الكور السوداء كلما زاد عددها زي الصورة اللي قدامنا كده ده يشير إلى زيادة مخزون المبيض من البويضات وكلما قل عددها يقل مخزون المبيض من البويضات وهو فحص سهل وبسيط ويجرب الصنار المهبلي المتوفر في عيادات الأطباء لكن بعض الأطباء المخادعين للسيدات الذين لا يجرون صنار مهبلي مش هيشوفوا ده أو بيعملوا صنار مهبلي وهم غير متخصصين فمش هيبحثوا عن هذه النقطة الصورة اللي قدامنا دي المبيض لسيدة عدد الجريبات الموجود كتير وبالتالي نقدر نقول الانتر الفوليكلر كاونت نقدر نعد كده 12-14-16 جريب وبالتالي نقول ان مخزونها من البويضات جيد وقد يكون مرتفع وبعض الناس تصف هذه الصورة بان السيدة دي متكيسة وعندها تكيس مبايد نتيجة لان الجريبات دي عالية نشغل الفيديو ونشوف الفرق في حالة أخرى كلما زاد عدد هذه الجريبات يشير إلى مخزون المبيض من البويضات كل كرة من دول تمام وكلما قلع عدد الجريبات قلع عدد المخزون نوقف الصورة على كده الصورة اللي قدامنا نرجع معلش نرجع ثانيتين ثلاثة في الفيديو إذا أمكن الصورة اللي كانت أخيرة أهيه ده مبيض برضو في نقطتين كريتين سوداء هذا الفحص يتم بعمل صنار مهبلي في أي وقت يفضل والأمثل في أيام الدورة الأولى عشان كده مثلاً هتلاقي في عيادتنا بنطلب من المريضات أنهم ييجوا في أيام الدورة وبنرسلهم لعمل صنار مهبلي ثلاثي الأبعاد لأنه له دور تقييمي جداً لمخزون المبيض من البويضات إذا أجري في هذا التوقيت واضح الفرق بين الصورة السابقة اللي كان مخزون المبيض من البويضات مرتفع لأن عدد الجريبات كثير وبين هذه الصورة اللي الجريبات قليلة وبالتالي مخزون المبيض من البويضات قليل وفرص سيدة في الحمل قليلة ولكنها ليست منعدمة إذا كان عندنا وقت نكمل بقى الفيديو بعد إذن حضراتكم فيه فحص آخر وهو فحص هرمون ال-FSH وال-LH عمل الصنار المهبلي وعدد الجريبات في أيام الدورة الأولى يشير إلى المخزون وبالتالي يعطي مؤشر كمان لاستجابة المبيض لأدوية التنشيط وعدد البويضات نوقف الصورة بعد إذن حضراتكم وعدد البويضات اللي ممكن استخراجها من المبيض إذا عملنا حقن مجهري في هذا الشهر وبالتالي ال-Entre Follicular Count السطر اللي مكتوب فوق قدام حضراتكم ده نوقف في الفيديو بعد إذن نوقف في الفيديو نوقف في الفيديو ال-Entre Follicular Count اللي مكتوب قدام حضراتكم ده هو واحد من الفحوصات الهامة والذي يجرى بصنار مهبلي ويفضل أن يكون تقييم ومرتفع يعني صنار مهبلي ثلاثي الأبعاد في أيام الدورة الأولى لكن هناك فحص آخر وهو اختبار دم واختبار اللي مكتوب بقى باللون الأحمر وباللغة العربية قدام حضراتكم الاختبار الثاني وهو الشائع وهو الأكثر شيوعا والأكثر زيوعا والأكثر شهرة عند الأطباء ولكنه ليس الوحيد وهو ما يسمى بال-AMH أو ال-Antimilarian Hormone وهذا هو هرمون يفرز من البويضات الجريبات الصغيرة داخل المبيض التي يمكن نضجها وبالتالي مستوى هذا الهرمون يعبر عن مخزون المبيض من البويضات نشغل الفيديو ميزة هذا الاختبار أنه يمكن أن يجرى في أي وقت من أيام الدورة في أي يوم مالوش عدد محدد مالوش توقيت مالوش ما بيتأثرش بأي حاجة كلما ارتفع عدد الجريبات اللي جواه المبيض ذا الصورة اللي قدامنا هيرتفع هذا الهرمون وكلما قل عدد الجريبات هيقل هذا الهرمون اللي هو ال-AMH هذا الفحص مشهور ومحبب للأطباء والمرضى لأنه سهل وعبارة عن عينة دم صغيرة لكنه مرتفع التكلفة شوية لكنه مؤثر جدا يجرى في أي يوم من أيام الشهر وهذا يسهل الاختبار نوقف في الصورة بعد إذن حضراتكم نوقف في الفيديو وبالتالي ده الاختبار التاني وهو الأكثر شهرة عند الأطباء والأكثر محببا للأطباء وللمريضات والأكثر ممارسة الاختبار التالت هو ال-FSH ال-Folic Stimulating Hormone وهذا الهرمون ده بقى بيجرى في أيام الدورة الأولى ارتفاع هذا الهرمون هو عبارة عن الهرمون اللي بيشغل المبيض زي بالزبط البنزين ما بيشغل أي مطور كلما زادت كفاءة المطور ده هيحتاج كمية قليلة من البنزين عشان يشتغل كلما كان المطور ده تعبان ومجهد ومش قادر يشتغل هيحتاج لدفعة قوية من هذا الهرمون عشان يشغله كلما ارتفع هذا الهرمون في أيام الدورة الأولى فوق رقم 10 أو رقم 12 وناس بتقول بدءا من 9 نبتدي نقلق في مخزون المبيض من البويضات لكن الهرمون ده مشكلته انه مخادع زي ما اكتب قدام حضراتكم ويتعرض لتأثيرات يتأثر بأشياء كثيرة وبالتالي التقييم به وحده ليس تقييم قاطع الأفضل أن يكون الطبيب يستخدم التلات وسائل بعض عشان يقدر يجيب عن أسئلة فرص سيدة في حدوث الحمل والتحديد الدقيق لمخزونها من البويضات وهل من الضروري اللجوء للحقن المجهري أم لا ومتى يتم اللجوء وفرص نجاح الحقن المجهري مخزون المبيض من البويضات فحص هام وضروري من فحوصات تأخر الحمل وبالتالي كل عيادة تأخر حمل وكل طبيب تأخر حمل يجب أن يبحث ويجب أن يتحدث ويجب أن ينظر إلى مخزون المبيض من البويضات ويتم هذا النظر بتحليلين بفحصين يجروا في أيام الدورة الـ FSH بيجرى في أيام الدورة والـ F-C بيجرى بصنار سلاسي الأبعاد في أيام الدورة وبالتالي لما العيانين بيسألونا أنتوا ليه بتطلبهم في العيادة عندنا أن نحن يجي في أيام الدورة عشان نقدر نستفيد بده بأن نعمل فحصين من الفحصين دول الـ FSH عشان نجيب على كفاءة مبيضك ومخزونه وهو فحص مهم من بحوصات تأخر الحمل وحنبعد حضرتك بنعمل سونار وغالباً سونار مهبالي ثلاثي الأبعاد ليه؟ عشان نعمل التست الرقم واحد اللي فوق اللي هو الـ F-C الـ F-C وكمان في نفس عينة الدم اللي حنسحب فيها الـ FSH حنعمل AMH اللي هو بيجرى في أي يوم من أيام الدورة وهو الفحص المحبب للأطباء فلما نعمل التلاتة مع بعض في زيارة واحدة لحضرتك يبقى احنا بنفيد حضرتك بأننا بناخد قرار قاطع مخزونك من البويضات أخباره إيه؟ كفاءة مبيضك إيه؟ فرصك في الحمل إيه؟ الخطة المنهجية اللي حنتبعها عشان نتابع حملك إيه؟ ناخد فرصة قد إيه للبحث عن حمل متوقع فرص حدوث الحمل عندي تبقى قد إيه؟ الإجابات على كل هذه الأسئلة بتتم بأننا نعمل التلات فحصات دول وبنعملهم مع بعض